السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه حكاية الحلل والتوشوت اللي بتغني عليها سؤال وجهت امو كالسوم لعبد الحليم حافظ وردوا يا ترى كان ايه لايكم متابعة عشان يفصلكوا كل جديد اشتهرت الازمة اللي حصلت بين الفنانة الرحلة امو كالسوم العندليب عبد الحليم حافظ وده من حفل يوليو اللي عطلته الست حينها عن فقرته وخدت من وقتها وده اغضبه واشعل النار جواه وهنقول دلوقتي على سبب العلاقة اللي كانت بينهم وازاي كان فيه دايما بينهم ارتباك في سنة 1964 تحديث في شهر يوليو كانت امو كالسوم بتحي حفلة قدام قادة الصورة وانتهت ووصلة بتاعتها وخدت وصلة اضافية وكان الوقت ده وصلة عبد الحليم حافظ وهو زعل وغضب جدا ولما صعد في وقت متأخر على المسرح قالب عفوية للجمهور ان هو ما يعرفش ليه اصرت امو كالسوم وعبد الوهاب ان هو يغني في الحفلة وطولت لوصلتين فهو مش عارف لو ده شرف ولا مقلب غضبت امو كالسوم في الوقت ده وفضلت ما تسمحش انها تسمع سيرة عبد الحليم حافظ خالص تتقلق قدامها الا ان قابلها صدفة في يوم من الايام وبس ايديها وتم الصلح بينهم ومرت الايام ورح عبد الحليم حافظ لفلتها ويقول عط لأعتذر لست الكل انا مغلطتش بالعكس كنت بمجدك وفي النهاية انا زي حقك الصغير ردت عليم وكلسوم اخرص انت فكر نفسك صغير ده انت عجوز وبعدها ابتسم وقبل ما يمشي من فلتها سألته احكاية الحلل والتشوت اللي بتغني عليها في فرقتك الموسيقية كانت بتقصد الائلات النحاس قال لها نداتة وزيع موسيقي زي ما بيحصل في بقية العالم واني دي مش حلل والتشوت ولا حاجة وبكده نكون وصلنا نهاية الخبر واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته